مع الرب يسوع احنا دايما في الارتفاع مع الرب يسوع بنبقى واثقين ان الرب بيتحكم في كل الامور عشان تتحرك لخيرنا بحسب الوعد ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله مع الرب يسوع احنا دايما لفوق في الارتفاع من مجد الى مجد من قوة الى قوة ومع الرب يسوع نقدر نقول لا يعوزنا شيء نقدر نقول ان الرب بيسدد كل احتياجاتنا وبيهيمن على كل الاحداث من اجلنا وبيستخدم الملائكة لتسهيل امورنا لانقذنا في وقت الخطر لتحريك الاحداث لكي تكون الاحداث كل الاحداث بتعمل معا من اجل ان احنا نبقى في امان ومن اجل ان احنا لا يعوزنا شيء ومن اجل ان يستخدمنا الرب عزيزي يا المشاهد لازم لو ليك علاقة حقيقة مع الرب لازم تبقى واسق ان الرب بيستخدم الملائكة لاجلك بالملائكة الرب يحرك الاحداث والاشخاص عشانك لازم تبقى مصدق انك انت مش ضعيف وانك انت مش وحيد وانك انت مش مطروك وفي اية قالها الرسول بوليس غير مطروكين اوعى تفتكر في اي وقت ان الرب نسيك او ان الرب تركك لاني وعد واضح قال كده لا اهملك ولا اتركك واوعى في اي وقت تتصور ان الرب بعيد عن الاحداث التي تحدث ولا علاقة بك الرب يتدخل في كل الامور من اجل شعبه عزيزي المشاهد ارى لك اية من سفر المزامير من مزمور 31 الاية دي مشهورة معروفة اية رقم 19 ما اعظم ما اعظم جودك الذي ذكرته لخائي فيك وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر الجود اللي هو الاحسان الخير ما اعظم ما اعظم ما اعظم يعني لغة كلمة او جملة بتاعني يعني حاجة غير عادية اللي الرب مخزنها للمؤمنين الذي ذكرته يعني خزنته او حوشته للمؤمنين فيه ناس تعملت في الاية دي وقالت زي الاب لما يحوش فلوس لابنه لما ابنه يدبر ويجي ويجي ويبقى قادر على استخدام هذه الفلوس يروح اطهاله زي اب ابتدى يعمل حاجات لابنه وهيقدم له الحاجات دي في الوقت المناسب مش هقدمها له هو طفل هيوسي استخدامها لا لما يكبر يقول له انا هدي له الشقة دي انا عملت مثلا مشروع بكبره ومحوش المشروع ده لابني لما يتعلم كويس يدهوله عزيزي المشاد لو انت ليك علاقة حية بالرب يسوع ده اللي بيعمله الرب معاك يعني عنده حاجات كتير مخزنها لك وبيعدك ليها يعني الرب مخزن لنا حاجات حلوة كتيرة قوي 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 وبيعدنا احنا ليها زي الاب اللي بيعلم ابنه عشان لما يتعلم كويس يروح اطيله الحاجة اللي عملها عشانه بس مش يديها له قبل ما يتعلم قول كده اشكرك يا رب لانك بتعديني للتمتع بالحاجات اللي انت مخزنها لي انت اعظم اب انت عارف المستقبل ومجاهز لي في الايام اللي جاي حاجات بتعديني لي عشان استخدمها لنجاحي عشان استخدمها لبركة العائلة بركة الاخرين ما اعظم جودك الذي خزنته لي زخرته ولخائفين وما اعظم هذا الاحسان الذي تفعله للمتكلين عليك طالما انا بتكل على الرب الرب هيعمل معاي عجائب هيعمل معاي عظائم هيعمل معاي حاجات عجيبة جدا 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 وهنا في الاية يقولك تجاه او تجاه يعني مقابل بني البشر يعني هيبان قدام الناس ازاي الرب بيحبك وازاي الرب من محبته ليك بيقيدك يعني هيبان قدام الناس تأييد الرب ليك زي الرب بيحرك كل الاحداث عشانك زي الرب بيفجأك بحاجات حلوة زي ما بيقول الكتاب اعطيك زخائر كنوز المخابة زخائر الظلمة يعني حاجات كنوز مش مش شايفينها مختبئة في اماكن مظلمة ونتفاجئ انها لينا حاجات كنوز زخائر ما اعظم اللي بيعمله الرب معانا ويبان للناس الناس تشوفنا مختلفين ناس تشوف الهنا بيحرك الاحداث من اجلنا الناس تشوف البركة واضحة في حياتنا حاجة اللي بتاخد منهم شهر بتاخد مننا احنا اسبوع الحاجة اللي بتاخد منهم اسبوع بتاخد مننا احنا يوم بيشوفوا البركة واضحة ما أعظم جودك اللي يا رب بتعمله للمتكلين عليك تجاه أو تجاه اقبني البشر عزيزي المشاهد تعالى معي الآن إلى سفر القضاء أصحاح 18 بنكمل التأمل في أسباب أسباب تضحور شعب الرب في عصر القضاء شعب الرب قبل عصر القضاء كان عظيم جدا كان فعلا في الارتفاع إنما تضحور إيه أسباب التضحور بندلس الأسباب دي من خلال خمس أصحاحات دي السلسلة بتاعتنا هي الشخصيات بتاعت الخمس أصحاحات الأخيرة من سفر القضاء بتشرح لنا أسباب انهيار شعب الرب وتضحور حالته بعد ما كان في الارتفاع بإفلن حطاب ويدينا أمثلة للي كان بيحصل وسط الناس في عصر القضاء عشان نفهم ليه هما ليه شعب انهار شفنا في أصحاح 17 ده أول صحاحات الخمسة اللي بتشرح انهيار الشعب شفنا ميخة راجل غني لكن كاسر وصايا الرب بسهولة سرق أمه ولم يك ما نفس الوصية اكرم أباك وأمك شفنا أنه رغم الخطايا الواضحة دي عمل عبادة عمل مكان للعبادة عشان الناس يجي تعبد فيه أو هو وعيلته يعبده فيه وعبادة لا تطابق كلمة الرب يعني الخطايا بتاعته امتدت إلى دائرة العبادة واتلمع عليه واحد من صبت لاوي غلام من صبت لاوي عمله كان شرحنا كل ده في الحلقات اللي فاتت فبيقى عمل مكان للعبادة ومن الكاهن بتاع هذا المكان واحد من صبت لاوي وقلنا أنه ده ضد العبادة اللي مشروحة في الكتاب المقدس لأن الكاهن لازم يبقى من عيلة هارون مش بس من صبت لاوي ولازم يشتغل كاهن فيه خيمة الاجتماع اللي كانت في شيلو في ذلك الوقت مش في أي بيت فهو عمل عبادة ضد أو أو فيها جزء مع كلمة الرب وجزء كبير ضد كلمة الرب عمل تماثيل تمثال مسبوك شرحناه والمعنى بتاعه تمثال معنى حوت في مكان العبادة ده علشان الناس تكلم الرب من خلال هذا التمثال يعني تبص التمثال كده وهي بتكلم التمثال كإنها بتكلم الرب وده كسر الوصية التانية من الوصايا العبادة منحرفة وعمل كاهن الكاهن ده اللي هو اللاوي اللي من صد تلاوي لكنه في نفس الوقت مش من عائلة هارون أصحاح 18 بقى بكمل لنا الصورة يبقى في أصحاح 17 لقينا تجاذب واثنين عاشين مع بعض الغلام اللي بقي كاهن ده اللي من صد تلاوي مع ميخة دول عاشوا مع بعض فين؟ في حتة في جبل إفرايم طيب هينضم لينا بقى حد تاني هنا الحديث بقى صحة 18 عن صبت من أصباط شعب الرب ايه صبت ده؟ هو صبت دان صبت ايه؟ دان احنا عندنا 12 صبت منهم صبت اسمه دان واحد هيسأل في ناس بتبقى عارفة الأصباط دي جات منين؟ الأصباط دي دول عبارة عن أولاد يعقوب يعقوب دا اللي هو ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم إبراهيم ابن إسحاق إسحاق ابن يعقوب يعقوب عنده 12 ابن عمل كل واحد منهم صبت قبيلة صبت يعني قبيلة ضخمة يعني ناس لكل واحد عمل قبيلة ضخمة يبقى شعب الرب لما راح كنعان اتقسمت الأرض تقسيم إلهي مش بشري تقسيم إيه؟ إلهي من خلال الأرعى على الأصباط صبت دا نصيبه دا صبت دا نصيبه دا صبت حتة دي الحتة دي الحتة دي طب مين كانوا عايشين في المنطقة دي كانوا الكنعانيين الرب طرد الكنعانيين وجاب الشعب بتاعه يسكن اللي هم الأصباط الاثناشر دول جابهم يسكنوا في أرض كنعان ممكن واحد يقول لي الرب يطرد ناس ويسكي الناس بدلهم أقول لك اه ليه لأن الرب عادل ومن قوانين الرب اللي نفهمها في الكتاب المقدس لما ناس تعيش في حتة وتتمادى في الخطية وتعمل حاجات ضد الخالق وتكسر القوانين الإلهية حتى لو ما عندهمش شريعة هم الضمير جواهم زي ما قال بوليس في رسالة روميا ما عندهمش شريعة هم شريعة لأنفسهم الرب حط الشريعة بتاعته جوا الإنسان فلما يعيشوا بقى في الزنا والنجاسة والشزوز الجنسي والخطايا دي بقى تكتر جيل وراء جيل ييجي وقت والرب يعمل للعدل بتاعه لو الشعب ده أتى الناس كتير ممكن ييجي وقت ويبيت هذا الشعب وده اللي بيفسر ليه الرب كان بيخلي شعبه يضمر شعب آخر لأن الشعب الآخر ده يستحق القتل يستحق الإبادة وعشان كده استخدم شعبه في إبادة هذا الشعب يعني كأن شعبه ده بنفس أحكام عادلة أهم حاجة الأحكام إيه عادلة الأحكام إيه عادلة ومين اللي بينفذها؟ بينفذها ناس طاعة لكلمات واضحة من الراب يعني حاجات واضحة مش واحد كده من نفسه لا ده حاجات واضحة الرب بيكلف يشوع أن يقوم بكذا يجري العدل في المنطقة دي وأن الناس دولة أتلوا ناس كتير يبقى يقتلوا ويطردوا أحيانا يطردوا ليه زي ما قلتلك في الكتاب المقدس واضح أن أي مكان الناس بتعمل فيه خطايا تحدي لله المكان يقصف يقصف الناس بعيد عنه يعني المكان يطرد الناس فهو ده اللي حصل أني لما دخل شعب الرب كنعان رحلوا اللي كانوا عايشين فيها من الأرض دي والرب قال لشعبه أديكوا أنتوا سكنتوا بدل اللي طردوا اللي طردوا من هذا المكان يصبحوا خطايا أنتوا كمان لو عشتوا في الخطايا هتطردوا من هذه الأرض وده اللي حدث في أيام أرمية لما جان أبو خزنصر وخد شعب من قبل جمع الأشوريين وطردوا شعب الرب من أرض كنعان وراحوا أشور وراحوا بعد كده بابل فإذا الأرض بيعتنوع الناس اللي سكنين عليها طبقا لقواعد إلهية وحكمة إلهية وعدل إلهي فالرب وزع الأصباط الاثناشر دول على أرض إيه؟ على هذه الأرض هي أرض كنعان الأرض التي تفيد لبنا وعسنا إيه لنقرأه عن صبت دان بقى؟ هنقرأ عن صبت دان في سفر القضاء الأصحاح الأول في سفر القضاء الأصحاح الأول هقف أمام آية هقف يعني نقف قدامها ونتأملها بيقول الكتاب إيه؟ آية رقم 34 ليه علاقة بسفر القضاء أصحاح 18 بقصة ميخا ويلاوي اللي معاه بيقول الكتاب وحصر الأموريون بني دان يبقى أرض كنعان دول كان فيهم شعب الأموري ده شعب وسني مواقع تحت قضاء إلهي عادل من عدل الله إن الأموريين دول ميبوش موجودين في الحتة دي ليه؟ لأنهم عاشوا في المكان ده وعاشوا في الخطية وتحدوا الخالق وكسروا قوانين الإنسانية وعملوا حاجات صعبة فهنا بيقول لك وحصر هنا إيه بقى الآية نقرأ الآية مع بعض الآية دي مهمة جدا هي مفتاح فهم قضاء 18 أصحاح 18 وحصر الأموريين بني دان لو ما صبت دان في إيه؟ الجبل وحصر الأموريين بني دان في الجبل لأنهم لم يدعوهم ينزلون إلى الوادي خلي بالك من هذه الكلمات تقول لي إيه معنى الكلام ده؟ إن الرب عايز صبت دان يبقى في الحتة بتاعة الأموريين في الجبل والوادي يعني الأرض للرب اختارها لهذا الصبت أرض عبارة مش مستوية أرض فيها جبل ووادي ودي تحته جبل طيب الأرض دي مين بيسكن فيها لما شعب الرب دخل أرض كنعان بيسكن فيها الأموريين بس الأموريين الرب حكم عليهم أنه أن الأرض دي تبقى للشعب للشعب بتاع الرب لأن الأموريين عملوا خطايا كثير خلاص الخطايا قد كملت في ميزان الله بتاعتهم زي ما الرب قال لإبراهيم شرح الكلام ده الرب زمان لإبراهيم أن الشعوب دي هتقعد في الأرض بتاعت كنعان لغاية ما خطاياها توصل لغاية يعني كأنه إناء شرحت قبل كده كتير في حلقات قديمة أن عبارة عن إناء وكل شوية الإناء بيتملي بيتملي خطايا خطايا كل جيل يزود الإناء أو الكباية بتاعت غضب الله لغاية ما توصل للحافة يروح غضب الله جاي وغضب الله عبارة عن إيه طرد من الأرض أو إبادة لهؤلاء فدول وقعين تحت قضاء إله الرب قال لصبت دان امتلك هذه الأرض أنت الأرض دي أنا بديها لك دي مش ليهم صبت دان بقى قدر يمتلك من الأرض دي إيه الجبل فوق إنما الوادي ما قدرش طب ده الرب قال لك امتلك الجبل والوادي لا مش عايز أدخل في معركة الأموريين أقوياء طب ده الرب قال لك ده الرب قال إن وقت الأموريين في الحتة دي انتهى ده وقتك أنت ده وقت البتاعك أنت اللي لازم تمتلك يقول لك لا أمتلك الجبال وما امتلكش الوادي ليه الأموريين منعني وأقوى مني صبت دان إذن في بداية صفر القضاء ما عندوش إيمان إذا الرب وعدني بالنجاح يبقى لازم هنجح إذا الرب وعدني بحاجة يبقى لازم أتحصل طالما أنا مع الرب إيه اللي يمنع عن الحاجة للرب وعدني إنها تحصل إيه اللي يمنع إن أنا يا إما ما عنديش إيماني إما ماشي في الخطيئة وطبيعي اللي يمشي في الخطيئة ما يباشي عنده إيمان الخطيئة هي اللي بتضع في الإيمان افتكر هذه المقولة يعني أنت لو عايز تؤمن بإن الرب هايش فيك وعايش في الخطيئة مش تلاقي جواك إيمان مش تلاقي جواك تصديق إن الرب هايش فيك الخطيئة ضد الإيمان يعني لما عيش في خطيئة وتساهل مع الخطيئة وما قاومش الخطيئة ممكن أقاوم الخطيئة وقع لكن بقاوم لا ده مش هيدع في إيماني لكن ما قاومش الخطيئة مش هيبه عندي إيمان مش هيبه عندي إيمان يبقى الإيمان بيضعف نتيجة الخطيئة صبت ديان بقا ما عندوش إيمان وعندو خوف من الأموريين طب الرب الرب مخصص لك الوادي والجبل يعني الرب مخصص لك اللي اتنين لما تقعد في الجبل هيبه ضيق عليك هيبه صغير لأن خطة الرب ليك إنك مش تسكن في شقة مثلا قوضة خطة الرب ليك إنك تسكن في شقة قطين لما تسكن في شقة قوضة وخلاص يبقى أنت بتتعب نفسك فالرب كان أعطى صبت دان مش الأماكن العالية فقط الأماكن المنخفضة بس صبت دان مش عايز يحارب عشان الأماكن المنخفضة مش واسق إن الرب هيبقى معاه ويقيده عشان يمتلك الأماكن المنخفضة في الحتة دي فداء عليه المكان لعني لما الرب يكون عايزني اسكن في شقة مثلا فيها ثلاث قوض وانا اسكن في شقة فيها قوضة وحدة يبقى انا بتعب نفسي لان الرب بيختار لي ما يناسبني عملوا ايه بقى لما ليقوا نفسهم المكان دايق عليهم المكان دايق عليكم عشان انتم ما تعطوش الرب وطردتوا الاموريين خوفنا من الاموريين تخافوا ازاي لما الرب بيقول لكم امتلكوا الارض لما الرب يدعوني ان انا اعمل حاجة لازم هيقيدني بالقوة اللي تنجحني في عمل هذا الامر يعني لما الرب يقول لك اخدم اه ناس معينين متعبين تقول لي ما اقدرش اخدم دول دول مؤمنين صعبين اوي صحيح مؤمنين لك الصعبين اوي اقول لك مدام الرب قالك تخدم دول يبقى تنجح لان الرب ليس اله للتعجيز وليس اله للتفشيل مدام الرب هو اللي حطك في المكان ده ككنيسة مثلا طرع الكنيسة لازم تنجح لازم تنجح وما تكشش كده وتقول مش اخدم دول اخدم دولة بس دولة وتعبين لا ما تعملش زي صبت دان المهم لما المكان بقى بقى ضيق على صبت دان جات له فكرة بدل ما يحارب الاموريين عمل ايه اية رقم اتنين فارسل صح 18 فارسل بنو دان من عشيرتهم خمسة رجال يعني بنو دان عملوا ايه اختاروا خمسة خمسة رجال منهم بس من نوع معين مش اي رجال يقول لك رجالا بني بأس قالوا لهم ايه بقى قالوا لهم احنا كل كل الشعب كل الصبت ده بتاع بتاع دان احنا مش هنقدر نحارب الاموريين وبالتالي الارض اللي احنا الاصول نمتلك مثلا ارض ميت كيلو مربع احنا عندنا عشرين كيلو ضيقين علينا ومش هنحارب الاموريين دول مش هنحارب اقوى مننا الرب قال لنا مش مهم الرب قال لنا ما قال لناش بس احنا واقعيا عندنا عقل ومخ بيقول لنا ما نحاربش قوة تمشي ورا عقلك لو عقلك ضد اية من الكتاب او ضد حاجة الرب قالها لك ما تمشيش ورا عقلك امش ورا الرب ولما تمشي ورا الرب عقلك هيخضع وهتلاقي الرب معاك وتلاقي حاجات ما كنت شايفة هتشوفها وهتقتنع اني سكة الرب ليك هي السكة الامان دولة بقى الخامسة دول وظفتهم ايه ان بيبحثون لهم عن ارض بديلة عزيزي المشاهد هكمل معاك في الحلقة القادمة الى اللقاء الرب معك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينون الان هدية مجانية من خدمة انهار الحياة عند التلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب مع كم من خلال البرنامج او بأي استفسارات او طلبات خاصة نصلي معكم من اجلها راسلونا على البريد البريد الالكتروني mail at pastordaniel.org او العنوان البريدي انهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة كمهورية مصر العربية او ريفرزوف لايف بيو بوكس 433 غرينفرد يو بي فايف ناين بي جي يو كي او ارسلوا لنا بريداً صوتياً او رسالة اسم اس على 012 2 500 77 88 واخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة انهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org الربو معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية